تعالوا نروح أيضاً للموضوع الثاني اللي أنا عايز أكلمكم فيه هو الحقيقة يعني قبل ما أبدأ أقولكم إيه اللي حصل فيه بالزبط لكن هي فكرة العمل التطوعي فكرة العمل التطوعي دي تبدأ إزاي يعني زمان أنا شايفة يعني أنا من جيلي أنا فكرة كويس قوي والدي يعني كان بياخدني أنا وأخويا علشان ندخل فريق كشافة عشان نتعلم حاجات كتير جداً تخلينا نقدر نتطوع في حاجات كتير يبقى عندك تطوع في أشياء كتير ويبقى عندك القدرة وإنت طفل صغير عندك الفهم كمان كتير من الشباب تلوقتي لما بيروح مثلاً لإنترفيو في شركة أو في مشروع أو في مؤسسة عشان يفضلوا مثلاً ما بين شاب وشاب حيدخل مثلاً في عمل ده واخد شهادة ودرجات عالية ده شهادة ودرجات عالية يبدأوا يفضلوا لحد ما يوصلوا لو حد عنده شهادة تطوع في عمل خيري مع دولته ومع مؤسسة حيبقى هو الأفضل والعالم كله الحقيقة بيصير في ده لأن العمل التطوعي ده عمل راقي ليه بيبصوا كده؟ بيبصوا إنه الشاب اللي بيتطوع ده إذن هو قادر إذن هو بيدي من وقته لدولته أو بيدي من وقته للناس عنده يعني مشاركة ومساهمة اجتماعية نبيلة فبالتالي حيقدر ينجز في مؤسسته أياً كان حيشتغل إيه فشوفوا قد إيه قيمة العمل التطوعي لما تبقى شهادة زي دي تخليك أنت تحصل على وظيفة وتبقى أفضل من حد تاني مش بس الدرجات العلمية ومش بس التفوق العلمي أو أياً كان لكن حتى شهادات التطوع وده اللي أنا بحلم به بعد ما أقولوكم الخبر ده تنفيذاً لتوجهات السيد الرئيس لمؤسسة حياة كريمة بعقد ندوات توعوية وتعريفية للطلاب المدارس والجماعات اجتمع المجلس الأعلى للجماعات مع وفد من مؤسسة حياة كريمة لبحث سبل تعزيز مشاركة طلاب الجماعات في مشروعات حياة كريمة من خلال التنمية المجتمعية والمساهمة في بناء الإنسان من أجل التعريف بالمشروع القومي في كافة الجماعات والمعاهد والأكاديميات وده أنا بعتبره شيء جيد جداً يعني مؤسسة حياة كريمة الآن بتشتغل على الأرض في محافظات مصر كلها وبتقوم ببناء الإنسان زي ما بناء المكان للإنسان بناء الإنسان نفسه عقله الوعي العام بتاعه حقه في المعرفة حقه في إنك تقدم له معلومات إنك تزيد من مسألة الوعي كلما زاد وعي الناس هتلاقي حاجات كتير قوي مهمة في المجتمع تبدأ تتلاشى وقد تختفي لأن لما كون أنا عندي وعي أنا واعي هقول لا لا ده ما ينفعش لا الشائعة ده غلط لا الكلام اللي بيتقال ده مش صح حبق أنا الراجل فاهم طيب لما أبدأ أنا ده بقى مع الأطفال والشباب شوفوا قد إيه أنت بتبني مجتمع من النشأ ومن الشباب فيطلع المجتمع ده كمان هو مادد إيده للدولة وهو فاهم إنه لازم يشارك مش فكرة إن الدولة لازم تعاملي وتسويلي وتحضر لي بيت أسكن فيه وتزبط لي الطريق وتعملي كل حاجة أنا بقى كمواطن دوري إيه اجتمع وزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي مع وفد من مؤسسة حياة كريمة واستعرض وفد المؤسسة خلالها في الاجتماع مقترح بمشاركة المؤسسة في نشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوع في المدارس حيكون ده بقى بالتنصيق مع الوزارة ويتضمن أيضا تدريب سفراء للمبادرة من مختلف المحافظات على أهداف البرنامج والتوعية بالقضايا الوطنية والمشروعات التي قامت بها المؤسسة وأنا بعتبر ده كمان حاجة حلوة قوي يعني حندرب شباب والشباب دول حيشتغلوا أمه كمان يبقوا متطوعين خد بالك لما يبقى عندك شباب كتير متطوعين في المحافظات في القرى في النجوع هو مش بس الشاب ده حيبقى الشاب وأهله يعني هيقول مثلا في البيت أنا متطوع مثلا حعمل مثلا حكون مع الحملة اللي بتدي توعية للمواطنين وأنا اللي حشيل الورق وأنا اللي حضبع الأشياء وأنا اللي حبقى موجود أنا متطوع مثلا في قصر ثقافة مع حياة كريمة فحتلاقي الشاب ده مع أسرته الوعي حيلف يعني مش بس الشاب ودي أعتقد حاجة جميلة ولطيفة جدا إنها تبدأ تبقى موجودة كمان في المدارس